كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وجود اتجاه لتوقيع عقوبة مصلة جديدة ضد الترجي وبعد احداث الشغب التي شهدها لقاء الفريق امام شبيبة القبال وذلك السبت باياب ربع نهاي دور الابطال الافريقية وقال المصدر في تصريحاته ان تقرير مراقب المقابلة دان جمهير الترجي ولذلك فان هناك اتجاه لنقل مقابلة الفريق قارج الملعب مع اقامتها دون جمهور وفاد بان لجنة الانضباط في الكاف تجتمع خلال ايام لحسم القرارات المنتظرة ضد الترجي وكان الفريق الاحمر والاصفر تاهل الى الدور نصف نهاي من البطولة الافريقية وبعدما تغلب على شبيبة القبال اثنان واحد وفي مجموع المقابلات حيث يلتقي الاهل المصري والذي سعيد على حساب الرجاء المغربي الجدير بالذكر ان الترجي سابق ووقعت عليه عدة عقوبات بقوض مقابلات دون جمهور بسبب احداث الشغب في المقابلات على ملعبه من جانبه اعلن كذلك شبيبة القبال الجزائري تقديم شكوى رسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف ضد الترجي بعد احداث الشغب التي شهدتها مواجهة الفريقان وعلى ملعب الاخير وشهدت المقابل التي جمعت الفريقان السبت على ملعب حماد العقربي برادس الاحداث التي كنا شهدناها من شغب واشتباكات بين جماهير الترجي والامن واطلاق القنابل المسيلة للدموع بطريقة غريبة مما ادى لتأخر انطلاق الشوت الثاني لاكثر من نصف ساعة واكد النادي الجزائري في بيانه عبر صفحته الرسمية تعرضه لكافة اعمال العنف والترهيب والاعمال العدائية من جانب الجمهور بحد قولهم واشعال النيران بالمدرجات واستخدام الغاز المسيل للدموع والذي جعل الاجواء غير صالحة للتنفس وبعيد عن القيم الرياضية بحسب قولهم واشار نادي شبيبة القبائل المبالغ في كل كلماته وفي كل بلغاته الى انه طلب اي خاف المقابلة بسبب الخوف من سلامة المشجعين ووفد الفريق واضحا انه تم العمل منذ وقت مبكر سباح الاحد لاعداد ملف الشكوى المقدم للكاف واقتنس الاحمر والاصفر بطاقة التأهل بجدارة واستحقاق رغم كيد الحاقدين التأهل لنصف نهاي دورة شامبيانز ديج الافريقية واستفاد التراجي من فوز خارج الارض من الاراضي الجزائرية في تامنا كدى وجد بوعزي لعب التراجي السابق ان الفريق استحقت تاهل الى نصف نهاي دور الافطال الافريقية بعد عبور شبيبة القبائل وقال بوعزي في تصريحات لبرنامج الماتش وعلى قناة صد البلد السعود للدور نصف النهاي بات امرا طبيعيا لفريق التراجي ولقد كنا الافضل ضد شبيبة القبائل ذهب نيابا وتابع مواجهة الاهل والتراجي في نصف النهاي الافضل في دور الافطال ستكون بين الفريقين الافضل عربيا وواصل الاهل والتراجي على من جيدا بعضهما والمنافسة بينهما ستكون قوية وفيما ضاف لا يوجد شيء اسمه كعب عالي في كرة القدم لان لكل مقابل الظروف وكل شيء وارد في مواجهتهم وتترقى للحديث عن ازمة الجماهير في لقاء الشبيب مؤكد ان جمهور التراجي لا علاقة له بما حدث في المباراة وتمنى ابو عزي ان لا يتم منع جماهير التراجي يمام الاهل ومشيري لان افضل مقابلات الفريق كانت ضد الاحمر وتم تصريحاته معربا عن فخره بما يقدمه التونسي علي معلول مع الاهلي وقائلا هو لعب بذلك رائع ويشرف الكرة التونسية ويعلم كل كبير وصغير عن الكرة التونسية موسيقى